السلام عليكم في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض شربة طماطم المطاعم شربة الطماطم لما اتضبطتش بتقلب على طول على صلصة كشر فلينا نعرف هنعملها ازاي مع بعض المنتهى السهولة هنعملها زي المطاعم اللي بناكلها في مصر كارتيجيانو, لكازيتا, شاكسبيرانكو اي حتة دقته فيها شربة طماطم حلوة النهاردة هنطلعها ان شاء الله زيها بالزبط وكمان احلى اتبعوا بس الخطوات والتكنيكس اللي هنعملها احنا مش هنستخدم اي حاجة غير البوتاجاز لاحنحط طماطم في الفرن تشوي ولا اي حاجة بالعكس هنعملها بطريقة سهلة جدا يلا بينا نوح نشوف هنعملها ازاي اول حاجة عشان نطلع شربة طماطم باليد حلوة هنحتاج ريحان فراش ما عندناش ممكن نستخدم العادي اللي هو بيبقى مجفف بس الفراش بيدي طعم مختلف تماما للشربة او فعلا عايزين تطلعوها مظبوطة استخدموا ريحان فراش تاني حاجة عندنا شوية مكونات بسيطة مش بكتر المكونات يا جماعة خالص مبدئين كده الكمية اللي انا مستخدمها دي مستخدمها لشخصين او تلاتة كيلو لربع طماطم على المكونات دي فانتو حسب العدد الاشخاص اللي حياكل هتكطروا هي عشان تطلع حلوة هي بتحتاج طماطم كتير اول حاجة عندي زي ما اتفقنا الريحان الفراش بعد كده اقل من ربع المعلقة بابريكا ورق لورة بصل بودرة وفصين تلاتة مستيكا واربع فسوس من الحبهان وحناخد شوية بشر من الجنجر الفراش او الجنزبيل الفراش وده اختياري بس بيه خلي الشربة تروح في حتة تانية خاص الجنجر والريحان هنستخدمهم على مرحلتين فحلا بقى على النال هحط حتة زبدة يعني ده طبعا اختياري كمية الزبدة اللي انتو عايزينها انا حط حاجة بسيطة حط حوالي معلقة هنزل بقى بالورق اللوري والحبهان والمستيكا مع الزبدة هحمصهم المرحلة دي مهمة جدا على ان انا هنزل بحاجات من دول في الشربة على طول لأ انا عايزة حمصهم في الزبدة علشان تأجحتهم تطلع كده بيدوا طعم تاني خالص هستنى بقى الزبدة تسيح والمستيكا تسيح وريحة اللورة والحبهان يطلعوا وبعد كده اول ملاقي ده حصل خلاص انزل بقى بالطماطم حبقى مقطع الطماطم مكعبات عديدة جدا كبيرة صغيرة زي ما تحبوا احنا كده كده حنصفيها بعد كده فما فيش مشكلة ما تعقدوش نفسكم لا حنحط في الفرن بقى ولا اي حاجة كلوا في الحلة مع بعض وهسيبهم بقى يتشوحوا مع بعض كلهم الزبدة مع الطماطم مع اللوري مع الحبهان والمستيكا وحنزل بقى بالبصل البودرة اقل من ربع المعلقة الكمية دي مطقة طاروش فيه ناس بتحب تحط بصل عادي بس انا جربت بكل الطرق وصدقوني البصل البودرة بيديها طعم جميل جدا تحسوش كده انها حاجة متسبكة مش طبيخ دي شربة فاجربوا ان انتوا تستغنوا عن البصل العادي بالبصل البودرة في الشربة دي وبعدين غطيتها شوية هسيبهم بقى على نار متوسطة تغلي مع بعضها وتنزل ميتها اهو بصوا بتلت تنزل شوية من المية اسبروا عليها خالص ما تعلوش النار قوي خلوها متوسطة وهنا هنزل بالبابريكا بتاعتي شايفين دي حوالي يعني اقل من ربع ربع رشة ونزلت كمان بالرحان الفراش انا قلتلكم هنعمله على مرحلتين انا نزلت بعودين كده دلوقتي وهزود شوية من المية زودت شوية صغيرة جدا من المية ده بيبقى حسب الطماطم بتاعتكم نسبة المية فيها قد ايه لانها بتختلف من نوع طماطم للتاني فانا زودت شوية صغيرين حسب الطماطم بتاعتكم حمرة مالجانة مية ولا لا هتزودوا بس ما تكتروش في المية وبعدين هنا نزلت بالملح وبعدين بعد الملح هنزل بمرق دجاج وده اختياري حاجة ترجع لكم ممكن تشروها خالص بس هي بتدي تعم المطاعم يعني لو عايزين بقى ناخد تعم المطاعم وعندنا عزوما استخدموا مرق الدجاج وهنا بقى نزلت الفلفل اسود بجروشه في ساعتها بيفرق جدا في البستات والشربات لما بيكون لسه مجروش حالا لو عندكم فرصة تحطوا الفلفل مجروش فراش حطوه حيفرق في تعم الشربة جدا هتبقى حاسين ان انتوا قاعدين فعلا في المطاعم بس كده هغطي بقى شوية والشوية دول ممكن يوصلوا لثلت ساعة او خمسة وعشرين دقيقة على نار متوسطة لحد لما اشرت الطماطم تنفصل خالص عن الطماطم والمية بتاعت الطماطم كلها تنزل في اللحظة دي حبشر حبة من الجنزبيل الفراش او الزنجبيل الفراش او الجنجر براحتكم ممكن تحطوا باودر بس صدقوني الفراش بيبدي طعم مختلف تماما للشربة بتبقى زي بتاعت المطاعم ما تكتروش مش عايزين طعم يضغي على طعم وكده خلصنا هنبتدي بقى نضربها بالهاند بلندر ممكن تحطوها في الخلاط بس تتأكدوا انها بردت الاول شوية علشان ما نقزيش الخلاط هضربها بالهاند بلندر كويس قوي انا ما بشلش اللوري ما بشلش الحبهين انا بضرب كله مع بعض عايزين تشلوهم شلوهم بس انا بحب طعمهم جوه وكده كده احنا هنصف فيها فدي حاجة اختيارية فحلى بقى نظيفة هحط معلقة من الزبدة على معلقة من الدقيق وهضربهم مع بعض كاني حامل بشامال بالزبط بس طبعا بفرق الكميات هقلبهم كويس لحد ما يختلتوا مع بعض ورحت الدقيق تبتدي تطلع نفس خطوات البشامال بس المرة دي بقى مش هننزل بلبن احنا هننزل بالشربة بتاعتنا هنصف فيها على الكمية دي انا الى لكم في الاول ان انا عاملة كمية قليلة جدا فانتوا راعوا المقدير والكميات هتعملوا كمية اكبر هتقطروا وهكذا دي كمية بتكفي من شخصين لتلاتة هنزل بقى دلوقتي بالشربة بتاعتي واح اصفيها كويس اوي بس على مراحل هنزل بكمية اصفيها وبعدين انزل بكمية تانية لغاية ما خلص الشربة بتاعتي خالص خالص ولو بتخافوا انها تكلكع منكو اقفلوا النار واضربوها الاول على البارد وبعدين افتحوا النار مفيش مشكلة دي للناس اللي بتخاف من ان الدقيق يكلكع معاها سواء بقى في شربة اوف بشامال او اي حاجة الخطوة دي بتبقى لطيفة جدا تقفلي النار تدرابي الاول على البارد وبعدين تفتحي شوفوا قوامها بقى لطيفة ازاي انا هنزل بشوية من الفلفل اسود المجروش فراش بيبقى طعمه حلو قوي معاها وبعدين هنزل بحبة من الريحان يعني حوالي عودين كده تلاتة حسب ما انتوا بتحبوا طعم الريحان ونقص حاجة واحدة ان احنا نبشر شوية من الجنجر الفراش عليها حطناه على مرحلتين مرحلة قبل ومرحلة قبل مقفل النار على طول ده طعم وده طعم والدنين بيدوا طعم مع بعض طحفة بصوا القوام كريمي ازاي حاجة كده هيلة بقى الطحفة نغرفها بقى وكده نكون خلصنا يلا نغرفها مش محتاجة تكلم على اللون ولا القوام بصوا جمالها حاجة كده هيلة قوامها كريمي جدا ناقص خطوة واحدة لو حابين ان انتوا تحطوا كريمة في المطعم بيحطوا بس نقطتين تلاتة كده كريمة على الوش حطوا براحتكم جربوا كده وجربوا كده وشوفوا حبيته ايه اكتر وتابعوني هنامل مع بعض حاجات كتير جاية حلوة هنجيب المطعم لحد البيت نفس طعم المطعم واحلى اعملوا لايك وشير متنسوش تفعلوا الجرس باي باي ترجمة نانسي قنقر